المحور الأول جسم الإنسان الدرس الأول المحافظة على سلامة الجسم الوقاية من الحوادث أتعرف إن الإنسان داخل البيت أو خارجه معرض لأخطار عديدة لكنه من الممكن أن يتجنب أغلبها إذا اتخذ العديد من الاحتياطات والتزم بالقواعد المرورية لتجنب حوادث الثير وطبق القواعد المهنية لسلامته في شغله وابتعد الأطفال عن الألعاب الخطرة ومن هذه الاحتياطات أولاً الحذر عند استعمال الطريق ووجوب احترام العلامات المرورية لأن هذه العلامات عادة ما تكون موضوعة على الطريق للمحافظة على سلامة الناس ثانياً تجنبه كل ما يتسبب في الجروح أو الحروق أو القسور ثالثاً الحذر عند استعمال الأجسام الحادة مثل السكين والمقص لأن حوادثها عادة ما تكون مذرة جداً بجسم الإنسان رابعاً تجنب إدخال الأجسام الصلبة في الأذن خامساً لا أكسر أشياء صلبة بأسناني ثادثاً وجوب أن يكون الغذاء متكاملاً كي يستطيع الجسم مقاومة الأمراض سابعاً التثبت من صلاحية المواد الغذائية قبل تناولها ثامناً اجتناب شراء المواد الغذائية من الباعة المتجولين حيث تكون البضاعة التي يعرضونها غير مغطاة ومعرّزة لأشعة الشمس وللأوساخ تاسعاً تجنب استعمال الأدوية عبثاً وعدم جعلها في متناول الصغار عاشراً الابتعاد عن التدخين لما فيه من مظار عديدة تسبب أمراضاً قاتلة إحدى عشر عدم الاكثار من استهلاك المشروبات الغازية لأنها تضر بصحة الإنسان وتتسبب في هشاشة العظام إثنى عشر عدم البقاء تحت آشعة الشمس لمدة طويلة في فصل الصيف عند الذهاب إلى البحر كي لا يؤثر ذلك سلبياً على أجسادهم ثلاثة عشر اجتناب السباحة داخل مسافات بعيدة عن الشاطئ لتجنب الغرق أربعة عشر التعود على ممارسة الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم خمسة عشر تجنب الألعاب العنيفة والخطرة وتجنب اللعب بالكرة على حاشية الطريق ستة عشر تجنب الاقتراب من جهاز التلفاز حفاظاً على سلامة البصر سبعة عشر الجلوس في وضع صحيح أثناء استعمال الحاسوب أتدرب يتعرض كل هؤلاء للخطر أذكر لماذا الإجابة سبب تعرض هؤلاء للخطر هو فقدان كل منهم لحاسة من الحواس فالأول مثلاً فاقد لحاسة السمع أما الثاني فهو ضرير أعمى لا يرى والثالث من الواضح أنه لا يجتم فحاسة الشم معدومة لديه أشتب الصورة التي تمثل عملاً يجب تركه الإجابة من الأعمال التي يجب تركها عدم اللعب بالأدوات الحادة كالمقص والإبر وما شابه عدم الإفراط في تناول المثلجات لما في ذلك من ذرر على صحتنا وأثناننا عدم قطع الطريق عندما تكون الإشارة حمراء ترجمة نانسي قنقر